من المشكلات التي واجهت نموذج ريذرفورد مشكلة استقرار الذرة لماذا لا يمكن أن تكون الذرة مستقرة وفقا لهذا النموذج لأن الإلكترون المتسارع وفقا للنظرية الكهرومغناطيسية سوف يفقد طاقة بشكل مستمر وهذا يعني أن نصف قطر مدار الإلكترون سوف يتناقص تدريجيا إلى أن يصطدم بالنوع كيف عالج بور هذه المشكلة؟ افترض بور أن الإلكترون يشع طاقة فقط إذا انتقل من مستوى طاقة إلى آخر أما إذا بقي في مستوى طاقة معين فلا يمكن أن يشع طاقة